استقبل القائد العام للقوات المسلحة الجنرال إبراهيم سعيد محمد بمكتبه قائد قوات أفريكوم بدول الساحل واتباح ثمعه سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين زمن طهر أشهر قوية للتعاون الأمني بين البلاد والولايات المتحدة الأمريكية في إطار محاربة الجماعة المتطرفة والإرهابية في دول الساحل استقبل القائد العام للقوات المسلحة الجنرال إبراهيم سعيد بمكتبه قائد قوات أفريكا كوم في دول الساحل الجنرال هايس وقد ناقش القائدان سبل تقوية وتعزيز التعاون الأمني بين البلدين لمحاربة الجماعة الإرهابية التي تنشط في بعض دول الساحل وكيفية وضع الاستراتيجيات وخطط مشتركة للقضاء على ظاهرة الإرهاب في دول الساحل ترجمة نانسي قنقر